أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة النهاردة نقدم لكم أفضل أعشاب لتنزيل الدورة الشهرية بسرعة ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب أهلا بكم نبدأ أولا بالبكدونس فيعتبر البكدونس أهم النباتات الطبعية المهمة لتنظيف الجسم وبشكل خاص الرحم ومحتوى العالي من مضادات الأجسادة والمواد الغذائية يساعد على تنظيم الدورة الشهرية غير المنتظمة وتسريع قدومها إن تأخرت وبالنسبة إلى طريقة استخدامه يكون عبر تناول عصير البكدونس المكون من البكدونس والماء ويتم مسجهما في الخلاط كل صباح أو عن طريق تناول مغلي البكدونس ثانيا الزنجبيل فالزنجبيل له فوائد عديدة ومزهلة وذلك لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الهمة والألياف كما أن له تأثير إيجابي على الدورة الشهرية حيث يساعد على تنظيمها وعلى تنزيل الدورة الشهرية المحتبسة كل ما احتاج الأمر لذلك والطريقة المستخدمة لتحضير الزنجبيل نقوم بغلي كوب من الماء مع القليل من الزنجبيل المبشور وعندما يصل لدرجة الغليان نقوم بتركه قليلا ليبرد ثم القيام بإضافة ملعقة من العسل ونقوم بتناول هذا المشروب الدافئ لتسريع الدورة الشهرية وكذلك تخفيف آلامها ثالثا الأناناس فتتميز فاكهة الأناناس بغناها بالإنزيمات والعناصر الغذائية المفيدة التي تعد نافعها بشكل خاص لتنزيل الدورة الشهرية المحتبسة وكذلك تنزيمها في الأشهر القادمة بالإضافة إلى تخفيف آلام الدورة الشهرية والطريقة المستخدمة لتحضير الأناناس نقوم بإضافة شرائح الأناناس إلى القليل من الماء في الخلاط ثم القيام بشرب العصير الناتج بشكل يومي رابعا الكرفة فتساعد الكرفة عموما في تحسين صحة الجهاز التنسولي وذلك عبر قدرتها على تنظيم الهرمونات وتأثيرها الإيجابي المحتمل على تنظيم الدورة الشهرية وتعزيز تضفق الدم في الجسم وطريقة تحضير الكرفة نقوم بإضافة ملعقة من الكرفة المطحونة إلى كوب من الحليب الساخن ونقوم بشربه كل صباح خامسا الكركم فيحتوي الكركم تحديدا على عناصر الغذائية همى للدورة الشهرية بشكل خاص كما أنه يساعد على تنظيم هرمونات الجسم ونقوم باستخدامه عن طريق غالي الكوب من الحليب وإضافة ربع ملعقة من الكركم المطحون إليه مع القليل من العسل وتناول هذا المشروب بانتظام سادسا الكمون فالكمون له فوائد عديدة ومسهلة وأقصر هذه الفوائد شيوعا هو قدرته على السيطرة على حالة النفخة والغازات وتسريع التخلص منها كما أنه أيضا مفيد في تسريع قدوم الدورة الشهرية وطريق التحضير الكمون من الممكن شرب من قوع الكمون الدافئ للحصول على الفوائد المرجوة فقط عن طريق إضافة ملعقتين من بزور الكمون إلى كوب من الماء الساخن وتركه الليلة كاملة ثم نقوم بشربها في الصباح وفي نهاية حلقاتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيكم في التعليقات اشتركوا في القناة